يشكو أهالي منطقتين علوة الفحل والبوحداري في قضاء الكوفة بمحافظة النجف منذ سنوات طويلة من انعدام الخدمات الأساسية وأدنى متطلبات الحياة الكريمة وأصوات مناشداتهم بالإصلاح لم تلقى آذاناً مسغية حتى اليوم خدمات مجاري ماكو تبليط ماكو كهرباء صفر يعني تيولة إنارة كل الخدمات ما موجودة هذا البزيل متئب كلش متئب للمنطقة حتى بيئتها مصحية راجعنا مش تكام نفس الشي ماكو خدمات في شي بيه ما حد جاي جاوب يعني هذا البال حنا قصينا هذا الشارع من عندنا أهل المنطقة لما من عندهم قصم هذا الشارع من عندنا أول شي الكهرباء وثاني شي هاي ماكو تبليط وثالث المدارس ماكو رواتب ماكو بعد شي احتيغر ذني أتعبكم البزيل وما بزيل هذا ريح تتعط شا سوا منطقتا علوة الفحل والبوحداري تعانياني من الإهمال والتقصير الحكومي الكبير في جميع مجالات الخدمات بعكس حالي مناطق وشوارع أخرى في القضاء يسكنها مسؤولون حكومي باعونا وقشمرونا ومطونا شارع ريت شارع احنا الساق منطقتنا يسموها علوة الفحل مسؤول وكلها مسؤولين ها منطقتنا كلها مسؤولين بس كل من الشارع النفسه وده تبليط بلط الشارع بس البيتة الكهرباء القوي وده بس البيتة والوادي ما هيكلها عاي فيها وراه بس لا موي لا كهرباء لا خدمات وطبعتوا شفتوا به هاي الشوارع اللي موجودة هنان عنكم هاي الشوارع شوفوها عشوائي يعني بالنسبة للمدارس هنان بأيام المطر أبو السيارة ما يقدر يطب هجونا هواي مسؤولين وحتى المحافظة جوانا هنان ايو كل شو ما سوونا يعني سبويسات سبويسات للشارع هذا الشارع العام قدارهم بس تقريدر يقصة بس تقريدر بس تقريدر يقصة ما حد تقريدر هنطلع على حسابنا بفلوس تجمع المنطقة أبو خمسمية وأبو ألف وأبو ألفين وناص عشوامة وهذه الكهرباء كلها بفلوس ترمو بلاش وباتا عدام الخدمات ومتطلبات الحياة الأساسية أبرز معالم العراق منذ عام 2003 وما الحال في منطقتين علوة الفحل والبحداري بقضاء الكوفة سوى غيظا من فيض الفساد والإحمال الحكومي الذي انعكست آثاره السلبية على جميع مناحي الحياة اشتركوا في القناة